السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوين الكرام اهلا ومرحبا بكم وطبتم وطبتم ومشاكم وطبقتم الجنة مقاعدة ان شاء الله رب العالمين هنتكلم عن درس جديد من سلسلة دروس PHP from Scratch بداية كده نستارت الاباتشي ونستارت الميسيكول من برنامج الاكسامبي بتاعنا ونفتع صفحة البيزيكس بي هذا المفترض الي Ensign بكهم عن شيء oni نتحدث عن شيء اسمها البيتوايز пример لكنحميل dünyانU staff ona نتحدث عن شيء اسمها البيتوايز AOperator بس عشان افهمك البيتوايز OPERATOR محتاج انت حضرتك تكون عارف معلومات عن شيء اسمها البانarity Gun Boris ما الفاني مستدبط انه غير التفكير انه الغعوبه الكونغته الخلص الذيr 있으كم بإماره هدية لو هم تناقي لديهم كونجات الحصوص الغعوبه لا نفتهم لديهم وفي الحصول التي حديث على كل محاولكم من هذا الرجل اصغر وحدة قياس هتقول لي اصغر وحدة قياس عندك اللي هي البت تحمل قيمة واحدة فقط لامة zero لامة one هيقول لي ده بديه حلو ويجي واحد يقول لي انا ازاي مثلا بمثل قيمة integer بمثل قيمة integer عندي في الميموري عندي بمثل قيمة integer عندي في الميموري عندي طيب هقولك ببساطة جدا عندك الانتجر مثلا بيساوي مثلا في لغة البيتشبيه تقريبا أربعة ايه بيساوي أربعة بيط أربعة بيط قلنا البيت بيساوي ايه بيساوي أم llevar فاختا اسمها تمانية بت البيت بيساوي 8B يعني ايه يعني بيساوي بيساوي 8 O 8 O 8 Bit تقدر تحط فيهم ايه تحتي 비هم لامة zero لامة one تحتي فيهم لامة zero لامة one جميل جدا يعني هنا بنسجل مثلا رقم ايه بنسجل رقم مثلا زي اربعة ازاي في الايه في البيت بتاعت ديت في البيت بتاعتي ديت قالك يا فنديم فيه اكوشن كدا بتقولك ايه بتقولك اتنين قص زيرو اتنين قص زيرو بتساوي القيمة كام واحد طيب جميل جدا قالك 2 قص 1 بتساوي القيمة 2 جميل جدا قالك 2 قص 2 بتساوي القيمة 4 بتساوي القيمة 4 يعني إيه الكلام اللي انت بتقوله ده هقولك ماشي خليك بس معايا كده حنقولنا البيت بتاعتنا بتبقى عاملة كده خلاص بيبقى فيها إيه البيت بتاعتنا بيبقى فيها إيه 8 يا بيت بالشكل ده 1 2 3 4 5 6 7 8 جميل جدا قالك الخانة الأولى من عليمين ديت بتساوي 2 قص 0 قالنا 2 قص 0 بكام بواحد قالك 2 قص الخانة التانية بتساوي 2 قص 1 ب2 هنا قالك دي بكام قالك دي بكام دي ب2 قالك هنا ديت مثلا على سبيل المسال ب3 اصدق ب2 قص 2 ب4 2 قص 3 ب8 2 قص 3 ب8 الخانة ديت 2 قص 2 2 قص 4 ب16 تعالي كده بس نقربها عشان بحيث اللي احنا ايه يكون كل واحدة قدام قدام الخانة بتاعتها يعني هنا الأولى ديت بواحد 2 اربعة تمانية ستاشر طيب على سبيل المسال لو أنا عاوز أعرض أحط الرقم اربعة فين في الميموري عاوز أحط الرقم اربعة في الميموري بتاعتي عاوز أعمله ربريزنتيشن عندي في الميموري واحد ببساطة هيقول لي مش ديت بتساوي واحد هنا عاوز أحط الرقم اربعة بتاعي هنا واحد يجي يقول لي ايه طيب هنا الاربعة بتساوي ايه بتساوي هاجي عند الرقم اربعة هنا هنا هرحطت واحد والباقي كله حط في ايه اصفار حط في ايه اصفار جميل جدا جدا طيب واحد يجي يقول لي ايه بيقول لي طيب أنا عاوز أمثل الرقم خمسة هقولك ببساطة جدا الخمسة بتساوي كم بتساوي واحد زائد ايه اربعة فتيجي عند الواحد تحط فيها القيمة واحد البيت اللي هي الساها واحد وتيجي عند البيت اللي هي إذا نجد قيمة الربعة لعندها واحد والباقي تضع صفار في باقي الخلائج جميل جدا 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 هنا مثلت الرقم خمسة أنا أحاول أن أمثل الرقم اثنين الرقم اثنين هو في تاني واحدة هنا والباقي كله صفار طب أنا أمثل الرقم واحد هنا واحد والباقي كله صفار عاوز امثل الرقم 16 بيبقى هنا والباقي كله ايه صفار جميل جدا 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 طيب سيادتك هنا دي البيت اللي عندك الرقم الانتجر بيبقى مكون من 4 بايت مثلا على سبيل المثال فبيبقى عندك هنا ايه واحد اثنين اربعة تمانية ستاشر اثنين وتلاتين وبتبدأ تعمل ايه تمثله بالطريقة دي بتبدأ تمثله بالطريقة دي فهنا بتتفهم ايه مثلا الرقم اثنين بيساوي 01 خلاص احنا فهمنا ليه 01 اصلي هنا كده اثنين واحد زيرو مثلا الرقم 3 مثلا بيساوي ايه بيساوي واحد واحد الرقم اربعة مثلا بيساوي ايه الرقم اربعة بيساوي اه اربعة هنا زيرو اصلي واحد زيرو زيرو خلاص فهمنا ليه واحد زيرو زيرو طيب جميل جدا لو هنا مثلا انا شغال على تلاتة بيت بيبقى هنا ايه لو هنا شغال على مثلا اربعة بيت بيبقى هنا زيرو زيرو واحد زيرو و هنا شغال , مثلاً على أربعة الستة بتساوي كام اتنين زائد اربعة اول خانة بواحد وتاني خانة بايه وتاني خانة باتنين وتالت خانة باربعة وتالت خانة بايه وتالت خانة بايه وتالت خانة بايه بتمانية طيب فيجي يقول لي ايه يجي يقول لي طب الستة بتساوي بتساوي اربعة زائد اتنين فاجي عند الخانة بتاعت الاربعة احط عندها واحد اجي عند الخانة بتاعت الاربعة احط عندها واحد والخانة بتاعت الاتنين احط عندها واحد والباقي اصفار جميل جدا مثلا السبعة السبعة نفس القصة اجي عند الايه السبعة بتساوي كام واحد زائد اتنين زائد اربعة فاجي عند الخانة بتاعت الاربعة حط جنبها واحد وبتاعت الاتنين حط جنبها واحد وبتاعت التلاتة حط جنبها بتاعت الواحد حط جنبها ايه يعني هنا الواحد حط جنبه واحد والاتنين حط جنبه واحد والاربعة حط جنبه ايه واحد بقى واحد زائد اتنين زائد اربعة بتادينا ايه سبعة تاب التمانية هيجي وولي ايه الخانة الاخيرة بتساوي عند الاتنين قصة هنا هنا الخاندية تساوي 8 على طول فالباقي كله واحد والباقي كله أصفار هذا كان تمثيل البيت بتاعتنا في الميموري تمثيل البيت بتاعتنا في الميموري تمثيل البيت بتاعتنا في الميموري الموضوع ده هيفيدنا إن شاء الله الأربع العالمين اللي نفهم حاجة اسمها البيت وايز أوبريتور اللي نحن نتكلم عنه في الحلقة الجاية ولهما انتهى الدرس بتاعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة